من القدس انضم إلينا مراسلة المملكة هناك ليالي عيد أهلا بك معنا ليالي من جديد ما أبرز المستجدات لديك ليالي نعم انتصار أريد أن أبدأ من التقرير الذي نشرته هارتس حول التفاصيل المحدثة كان هناك حديث حول شكوك قبل أسابيع باستهداف هذا الحفل بالقرب من مستوطنة رعيم في غلاف غزة وفيما بعد الشرطة الإسرائيلية تم التحقيق في الأمر ونشر التقرير عبرها هارتس لكن التفاصيل تتحدث عن قتل قرابة 364 من الإسرائيليين الذين كانوا في هذا الحفل وبعضهم من جنسيات أخرى وذلك عن طريق الخطأ من قبل طائرة إسرائيلية وهذا التقرير قد يلقى تداعياتا في الأيام المقبلة خاصة من الجبهة الداخلية الإسرائيلية وعائلات القتلى أنفسهم وفي تفاصيل أيضا التقرير تم الحديث حول وجود مقاومين مسلحين هناك ومن ثم استهدفتهم هذه الطائرة وقتلتهم مع الإسرائيليين وبالتالي هذا الحفل الذي تم الحديث عنه لم يكن الوحيد الذي يشتبه بأن القوات الإسرائيلية قتلت إسرائيليين عن طريق الخطر أيضا إحدى الشهود العيان الذين كانوا في المواقع التي حدثت فيها عملية طوفان الأقصى أو السابع من أكتوبر تحدثت شاهدة قالت أنه كانوا يتواجدوا داخل منزل في إحدى مستوطنات غلاف غزة وكانوا أكثر من أربعين إسرائيليا ومقاومون يتواجدون احتجزوهم كرهاء قالت أنه تم قصف المنزل على كل من فيه ما فيهم الإسرائيليين وهذا أيضا ربما سيكون في الأيام المقبلة تقارير عن هذا الأمر قالت أنها هي الوحيدة التي نجت من هذا الاستهداف الذي كان أيضا عن طريق الخطأ كما قالت وهي من نجت فقط أما فيما يتعلق بلو ذهبنا للتحديثات حول القتل في صفوف الإسرائيليين حسب التحديثات المعلنة وصل العدد التحديثي إلى 60 بعد الإعلان عن مقتل جندي وشرطي آخر وحسب ما قال أو اليوم أيضا تم نشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن مدير مقبرة هرتسل العسكرية الذي قال أنه كل ساعة ونصف يتم دفن قتيل جديد في صفوف الجنود قال أنه خلال 48 ساعة فقط في هذه المقبرة تم دفن 50 جندي إسرائيلي في يومين فقط وقال أنه طلب منه أن يفتح قبورا بأعداد كبيرة جدا لاستيعاب أعداد القتلى وبالتالي هذا أيضا يشير إلى أن كل التوقعات التي تحدثت عن أعداد أكبر بكثير للقتلى عادت مرة أخرى ويتم الحديث عنها بشكل أوسع من خلال شهود عيان وبالتالي يصل أو يرتفع العدد المعلن عنه في صفوف القتلى من الجنود في عملية التوغل إلى أي مدى لهذه النقطة تحديدا تأثيرا على المجتمع الإسرائيلي وفي أي سياق يمكن أن تدفع الحكومة الإسرائيلية في تعاملها مع الحرب الإسرائيلية على القطاع؟ نعم يعني هناك استياء كبير أصلا يعني دون الإعلان عن المزيد من القتلى فيما يتعلق بالخسائر في العملية البرية وبالتالي يحاول المستوى السياسي والعسكري أن يقلل من هذا الغضب ومن هذا الاستياء ليس فقط من قبل الإسرائيليين الجبهة الداخلية أيضا لها تداعيات أخرى من هذه الخسائر كذلك نتحدث عن غضب كبير في الجانب الإسرائيلي خاصة بعد الإعلان عن تعثر الصفقة المحتجزين هذه الصفقة التي تم الإعلان في أكثر من مرة عن أنها تقدمت ومن ثم المتهم الأول من الحكومة الإسرائيلية في تأخير أو تعثر هذه الصفقة من قبل الإسرائيليين هو نيتنياهو يعني وأيضا هناك استياء كبير من قبل أحزاب بدأت تتحدث منذ أيام أبرزها حزب المعارضة الذي قال أنه فور انتهاء هذه الحرب سيتم تشكيل لجان مستقلة للتحقيق حول كل الأحداث منذ السابع من أكتوبر وصولا إلى آخر يوم في الحرب نيتنياهو قال أنه لن يكون هناك أي لجان مستقلة ستكون لجان تابع للحكومة وهذا أثار غضبا كبيرا أيضا لدى حزب المعارضة وأحزاب المعارضة التي تحدثت عن أنه يجب أن يكون لجان مستقلة للوقوف عند الحقائق والفشل الاستخباراتي والأمني والسياسي والعسكري الذي يمصف حتى اللحظة بالكبير جدا وهذا ما يفسر أيضا الاستطلاعات الرأي التي تتحدث أو توضح انخفاض شعبية نيتنياهو بشكل متواصل منذ اليوم الأول إلى الحرب وصولا إلى الاستطلاع الأخير الذي أوضح أن بني جانتس وزير الكابينت يتفوق على نيتنياهو وذلك وسط انخفاض في شعبية نيتنياهو ومطالبات بأن يتم الإطاحة به أيضا فيما يتعلق بالجلسة التي استمرت جلسة الكابينت الموسع التي انعقدت في ساعة متأخرة من أمس واستمرت حتى ساعات متأخرة من الليل يعني ما رشح عنها حسب القناة الثانية عشر الأبرية المصادقة من قبل الكابينت الموسع على إدخال الوقود إلى قطاع غزة وسط معارضة وزراء منهم وزير الأمن بنكفير ووزير المالية سموتريتش ووزير الاتصالات لكن رغم ذلك تمت المصادقة بعد مصادقة كابينت الحرب صادقة أمس الكابينت الموسع وسط خلافات واسعة ووسط انتقادات واسعة لنتنياهو وحكومة نتنياهو واتهام مباشر متواصل لنتنياهو بأنه المتسبب الأول بكل الفشل الذي بدأ منذ السابع من أكتوبر وصولا إلى اليوم ونتنياهو الآن يعتبر الأضعف سياسيا ولكن رغم ذلك هو يصر على الاستمرار ويتحدث بشكل متواصل بالشعارات ذاتها النصر والأهداف التي أعلن عنها بالأمس بإخضاع المقاومة وكذلك ما تحدث عنه باستعادة المحتجزين دون صفقات لا أحد يعلم كيف يريد استعادتهم ولكن هو يصرح بذلك بشكل متواصل نعم ليالي شكرا جزيلا لك ليالي عيد مراسلة المملكة في القدس شكرا جزيلا لك